أسعد من بنين هل يجوز الدخول بالجوال إلى الحمام علماً بأنه يحيث سور القرآن يعني أنا ما أقول هذا الكلام قاله بعض أحبابي من المشائخ حفظه الله لما سأله واحد قال له يا شيخ هل يجوز لي أن أدخل إلى الحمام بالجوال والجوال فيه القرآن قال هل أنت تحفظ الفاتحة وتحفظ شيئاً من القرآن قال نعم أحفظ قال إذن اقطع رأسك الذي حفظت به قبل أن تدخل إلى الحمام فالشاهد في الأمر يا أخي هذا الجوال إذا كان فيه شيء مستور ما ستر في داخله لا يعتبر أنك دخلت فيه أي نعم لأنه مستور في داخله وليس مكتوباً تراه بعينك مثل ستره في الجوال كستر حفظك في عقلك وقلبك فلا بس أن تدخل به حفظك الله لا مشكلة ترجمة نانسي قنقر